اشتركوا في القناة الحجاب على رأسها خمر لا يعني أنها ملمة بالدين كله قد تجد متحجبة وتجهل كثيرا من أمور الدين ماشي مشكلة هذه ماشي مشكلة لكن أن تجد متحجبة بحجابها وتعمل ضد الدين هذه اللي وعرة هذه وعرة لأن الجهل يعم المسلمين جميعا متحجبة غربة الإسلام هذا زمان غربة الإسلام هذا راح نعاني بالغربة دي الإسلام في النساء والرجال فإن كانت هناك محجبة ينقصها علم بكثير من الأمور الدين هذه أمر عادي بحالو بحرج لبقوا لحيا عنده اللحيا ولا يعرف من الدين إلا الإسم ولا من القرآن إلا الرسم هذه معروفة لكن إذا وجدت متحجبة وتعمل ضد الدين هذه منصبة أو تجد صاحب لحيا ينزل في الناس منزلة القدوة ويعلم الناس ويعظ الناس ويعمل ضد الدين هذا الله ينجينا أود الله ينجينا يا أود الله ينجينا نرفضي دين الإسمان اللهم يا ربي لا تجعلنا سببا في تنفير الناس من الدين لا حلو ولا قوة إلا بله مناسبة هذا الكلام أن مغربي من المغربيات في شبه جزيرة إبريا في في إسبانيا في العقد الثالث أو الرابع اسمي ترى قام بذكوره وتكلم عليها الإعلان نجحت في الانتخابات المحلية فصارت عضوة في مجلس بلدي لإحدى المدن الإسبانية أمعرف مزيانة صدي والمرأة هاته اقتحمت مجال السياسة علاج لأنها منعت حينما لم تكن سياسية من أعمال اجتماعية خيرية فأرادت أن تدخل إلى المجال السياسي وهناك تحتك مع الإسبان فيزيل تلك الصورة عن المسلمات ويعرفوا أن المسلم هو أيضا مواطن إسباني له ما للإسباني وعليه ما عن الإسبان حتى تستثمر وجودها سياسيا في الملدية لكي تخدم إن شاء الله المجال الاجتماعي بالقانون وفي وضح النهار ما زيانة لحد الآن مخير الدعوة ما زيانة لكن مؤخرا تكون أول امرأة مسلمة متحجمة تشهد على زواج المثليين الله هي وقفة في الوسط بحجابها والراجل بتزوج بالراجل وهي إن شاء الله تعالى اللي في البلدية اللي توقع على أخر الله أول مرة في تاريخ البشرية مغربية وليست من جنسية أخرى وبحجابها خمار على الرأس ولباس لا يصف ولا يشف تقف بين رجلين إسبانيين تزوجا وعقدت لهما عقد مدن في البلدية وتكون هي التي تحضر هذا الأمر تنحبس الكلمات في اللسان فلا نجد الكلام المناسب لمثل هذه الواقع ماذا نقول هي سيدي واش قالت هي واش قالت هي واش قالت لا إله إلا الله محمد الرسول صلى الله عليه وسلم هي واسبو قالت نعم نقول لكلام بتحان إن شاء الله تعالى لين شعبين هي ما قالش ياك علاش زيد للانفتاح على الثقافة الأخرى آه الانفتاح اسمعات الانفتاح الانفتاح ثانيا لتكسير الحواجز بين المسلمين وغير المسلمين ثالثا لتصحيح نظرة الآخرين للإسلام جات تصحح النظرة تعل الإسلام في السبنيون في السبنيونيين باش بتزويج الرجال الله 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 نجاوبك إن شاء الله على الكلمات اللي قلتهم قلت إن شاء الله تعالى قمت بهذا العمل للانفتاح ما المقصود بالانفتاح عندك أن تنفتح على الناس مزيان تنفتح على كل الناس وتحاور كل الناس فتأخذ من الناس ما يصلحك وترفض ما يضرك هذا الانفتاح والانفتاح المشروع الانفتاح دون الانبطاح الانفتاح الذي لا يجعلك تفقد هويتك مطلوب إحنا ما غدش نعيش مغلوقين على كل الناس نحن نقبل من الغرب ومن الإنسان غير المسلم كل شيء يفيد البشرية فالحكمة ضالة المسلم أنه وجد فوحق بها فقد قبل رسول الله أن يجعل الخريط نصرانيا عارف بالطرقات نصراني ولقد قبل من سلمان طريقة فارسية في الدفاع عن المدينة بحفر القندق ولم يقول أن هذه طريقة فارسية صلى الله عليه وسلم الانفتاح ما شي شيء هذا المعنى الانفتاح ما شي شيء معناه وقبل كل شيء أنت يا أمة أمة الله وأنت حجابك يشير إلى أنك مسلمة فالمسلمون منفتحون قبل أن تنفتحي أنت أتعتقد أنك أنت أول من انفتح على الآخرين ما شيء قلت هذا مشي الفتاح بطاح مشي شيء تغيب بطاح ما هذا ما عنده حتى شيء شي 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 ما هذا الحطاط ما عنده حتى شيء حاجة ثانية قلت لي تكسير الحواجز بين المسلمين والآخرين أية حواجز تقصدين بيننا وبين الآخرين المسلمون في إسبانيا مواطنون إسبان يتعاملون مع إسبان يبيعون يشترون المسلم مطالب به مع غير المسلمين أن يكون ممثلا للإسلام بل إن الله عمر المسلمين مع غير المسلمين غير المحاربين أن يبروهم لا ينهاكم الله أنت اليوم عادرك تقول لا ينهاكم هذا قرآن إليك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكوا في الدين ولم يخرجوكم من جياركم أن تبروهم ما معنى تبروهم أن تتعاملوا معهم كما تتعاملون مع آبائكم يا الله يا الله لندروا مع عبك من بير يندروا مع الخرين حتى تعطي صورة صحيحة حول الإسلام الذي جار رحمة للعالمين والثالثة قالك تصحيح نظرة الآخرين للإسلام قال تعالى وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أعرف بالليب هذا العمل لك الديري لن تفيد استحالة وقوع الفعل في المستقبل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ونايان جوج استغفر الله يا ربي استغفر الله يا ربي استغفر الله يا ربي حتى ولو اتبعت بعضهم حتى ولو اتبعت اليهود والنسارة فإنك ستسقط من أعينهم وتصير عبدا عندهم وتسير وسيلة يستثمرونها لحرب الإسلام عن طريقك صافي الصلاحية تعكير بيك لقد وقفت في صف اللواطين الذين نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة فأمر الله جبريل أن يقلب قرية سدوم فيجعل عاليها سافلة حتى سمعت الملائكة نباح كلاب تلك القرية في السماء فكيف تجرؤين بحجابك على الإقرار إقرار على هذا العمل وقفت محاد لله ولرسوله أي الفتاح وقفت عياذا بالله مع المغضوب عليهم الذين قالوا في شأن سيدنا لوط وأتباعه الطاهرين أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون نعم نعم وقفت مع الخبائف وقفت مع الخبث وقفت ليس مع معصية لا وقفت مع تغيير خلق الله وفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذا التماد الأعظم هذه الفاحشة المركبة الأكبر التي لا علاج لها ولأهلها إلا أن يتوبوا أو يرفع من الأرض هذا هو ولذلك أقول للمغربية أخذنا المغربية انفتاحك وكسر الحواجز وتصحيح نظرة الآخرين للمسلمين يمكن أن تقوم بها بطرق أخرى فالانفتاح انفتحي على المجتمع واخدومي الإنسان هناك المواطن الشباني خدمي الناس اللي كيكونوا يكلوا المخدرات وعالجهم إسلاميا الدفعي الدم ديالك باش نقضي هذك المواطنين اللي دلوا لك صيدات كيش نفتاح قدك ذمين تولي مواطن إسباني تعينوا إخوانك في المواطن حتى ولو يكونوا لو لم يكونوا مسلمين إيه وكي نخدك في من اللهم للبلورق هم أولى إن شاء الله أن تنفتحي عليهم وتقدمي لهم الدعم لعل الله يجعلك مفتاح خير فتذل للعقبات ويحصلوا على حقهم في العيش هناك تكسير الحواجز أي حواجز بيننا وبينهم ليس بيننا وبينهم حواجز أنت عامل معهم بالليل والنهار إن كنت تريدنا أن تكسر الحواجز فكسر الحواجز التي أمرك الله أن تكسريها هو اللواط قول هذا حد من حدود الله حد من حدود الله ما بغي تيش تخلي الخرين تمسي الما عارفة باللي هشي حرام تصحي النظرات تعالى الخرين للإسلام بهذا الشي باش؟ بشرعانة وعياذه بلا اللواط الإسلام في غير هذا الشي اللي تتعرف به الناس فيه الرحمة فيه الجوار فيه حسن الخلق فيه الخيرات بلد القنتية باش تصحي الإسلام فقط بزواج الرجال لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن سبحان من يطمس على بصائر كثير ممن لا يفقهون وسبحان من يطبع على قلوب كثير من عباده ما سميهش وصل الله على حبيبنا محمد